طبعاً أول لوغو اللي هو بيتس بايدري اللي هو مال السماعات طبعاً كنا نعرف أو عارفين أن السماعة أو الشركة تقصد فيها شكل السماعة أو البي اللي هو بيتس بايدري لكن مصممي الشعار قالوا أن الدائرة الحمرة تمثل رأس الإنسان أما حرف البي هو عبارة عن زوج السماعات على أذن الإنسان صح تشوفوها؟ نعم طبعاً غيروا لونة ونحن عبارة حرف البي يجب أن يضعوا أنف على اليمين الغريب أنني لم أردتها بي أنا رأيتها مثل ما هم يطالبين نعم؟ أنا رأيتها رأس ولابس سماعات البي أنا لم أردتها بي هناك ناس تعرفها وأنا صراحة كنت أعرف بي لماذا نختلف في هذا الموضوع؟ لأن أصلاً اسم الماركة يؤدي بحرف البي نعم نحن نعرف أنها ممكن تكون حرف البي هناك تفاصيل صغيرة لك هلأ شفت الدائرة هلأ السماعة تأتي من النص يعني خطة من النص هو جاية من طرفها هي السماعة لا أتذكر فيها لأنها جاية هيك الخط من هون والسماعة هيك تعرف قياد؟ نحن درسنا هذا اللوغو في الكلية والحركة التي تقولها والحركة التي تقولها يجب أن يسوي أنف الأنف سيكون حاد فإذا شكل اللوغو يكون شكلها كلها دواري فبالتالي يجب أن كل شيء الموجود داخلها يكون بنفس الحركة يعني يجب أن يكون كلها متناسف سيصير مزعج سيصير مزعج إذا كان هناك تفاصيل زيادة ومن ضمن اللوغو يجب أن لا يكون هناك تفاصيل كثير بسيط ورمزي ننتقل للوغو الثاني لوغو أمازون طبعا الكل يعرف أنه أمازون هي شركة التسويق الإلكتروني تشتري منها أشياء اللوغو مثل ما تشوفوا السهم طالع من حرف A إلى حرف Z العاملين على هذا اللوغو قالوا والفكرة تقول أن كل ما تحتاجه ستجده في أمازون From A to Z ومن بين ابتسامة على أساس والA هو عين والZ عين ثانية هيك أنا أول شي كنت نفكرة وحواجب وأنف ونكمل رسم وجه لماذا تشوف كل اللوغوات وجوه؟ لا لأنه فنان لأنه لم تشوف وجهه لم تشوف عرف بيه لكن هذا كنت شوف وجهه اللي لا يجب أن تشوف وجهه فعادة طبيعي هو من A to Z ستجد كل شيء أنت تحتاجه في الموقع من الألف إلى الياء نروح للوغو الثالث اللي هو هرشيز مثل ما تشوفوا الهرشيز بس ثنتين موجودة في اللوغو اللي احنا نشوفها لكن لو شفتم بين حرف K و I وسويتوا رأسكم من جهة اليسار راح تشوفوا هرشي ثالثة وين؟ بين K و I تشوفوا شيء رأسكم؟ يسار راح تشوفوها كيف؟ تفضلي تفضلي الحمدى قصدها هاي صح؟ أوكي شوفنا هكلنا الهرشي؟ اي نروح للوغو اللي بعدها اللوغو اللي بعدها اللي هو شركة فيديكس فيديكس هاي شركة طبعا توصيل اللي يعرفها في اللوغو نفس فكرة هرشيز راح تشوفو من بين حرف I و X سهم اتجاه اليابين هذا الدلالة انه يمكن يتشير الاتجاه والشركة بتقول ان السرعة والدقة في توصيل الأشياء في الشركة كيف؟ شفتو السهم ولا بعد؟ انا شفتو بس ايهون بين I و X حقنا الطريقة كتير زكية عن جد مستصميم إبداعي يمكن فيك تقول نروح للي بعدها شركة باسكن روبينز طبعا لو شفتو حرف B دققتو في حرف B و I أو R راح تشوفو ان الوردي او الكلام بالوردي راح تشوفو 31 ليش 31؟ لانه شركات باسكن روبينز كلها في العالم تقدم 31 نكهة في كل الفروع وبظن انه ب31 الشهر من كل شهر في عندهم عرض عشان رقم 31 أيبا شاطر مذاكرة هي بعملوا 30 يعني يعني بعملوا 30 هايك واحدة 30 بصير شهر أي شهر لا يعني بالنسبة لنا محربيين مبدون يخزروا الجماعة صح مو بس شهر أي شهر لا عندك شهر 2 لو أنا بس سوي 29 شان شهر شبا كله موجود كله موجود نروح للوغو اللي بعده طبعا شعار MBC لو شفتوا لو دققتوا في الشعار راح تشوفوا في المساحة البيضة فوق حرف B راح تشوفوا في المساحة البيضة نفس رأس اللي هو يدل على الطاووس شفتوا هذا دليل يقول أن الشركة بكل فخر تقدم البرامج المتنوعة والمتنوعة في إنشاءها والعروض اللي تؤديها تنوع مثل تنوع الألوان الموجود في جسم الطاووس الطاووس أنا أكثر بحبا عم قصة شعار أكثر منه يعني كل الفكرة تكمن في الشعار نروح على اللي بعده اللي بعده شركة دومينوز طبعا شركة دومينوز تحتوي في شعارها على ثلاث نقاط قصة هذه النقاط اللي فتتحوا دومينوز قالوا كل ما راح نفتتح فرع راح نحط نقطة في الشعار راح تقولولي أن شركة دومينوز مو بس ثلاث أفرع وإنما أكثر هما ما كانوا يعرفوا أنهم أو شركة دومينوز راح تكون بهذه الكثرة أو بفروع كثيرة فتقلصوها لثلاث نقط اللي هي أول ثلاث أفرع فتتحوها من دومينوز بيتزا حلوة الفكرة هي بس لو ضبطت حلوة لما الواحد ينصد بالمجاح أنا بلاقيها غلط الفكرة من الأساس لأنه هو مو حاضة أمل أنه ينشهر منيه هو غلط من الأساس أنه بس ست قديش تنعاش اللي هو تنعشر فرع لا هاي مو شهرة كبيرة فهو من الأساس لازم يكوني أمل أكثر من هي لا بس يعني هو أصلا لما تبدأ في مشروع ما تعرف إذا هو راح ينجح أو لا خاصة للمطاعم لأنها كبيرة نروح لللي بعد بس أطيب بيتزا لازم أعلق الموضوع أطيب بيتزا أنا بحبها أنا بحب شي تاني كلكم تحبوا تيوتا أو لا؟ أنا لا شركة تيوتا طبعا في الشعار ما لها لو دققته في الرسمة التي تحت كل الشعار يكمل أو حرف من حرف حرف من اسم تيوتا هاي والله تيوتا هذي بصرحة وقت فعرفت يعني كيف دمجوا الفكرة ما أعرف بس وك الشعار كله أصلا اسم تيوتا هاي كيف هذا حرف؟ هاي كيف حرفت؟ هاي كيف حرفت؟ حلو لا أستمي أنا ما استوعبت استوعبت نمو نقدر نروح لللي بعد أم لا؟ الآخر شعار عنا اللي هو مطعم وينديز لو لاحظتوا في الياء الموجودة في رسمة البنت راح دققوا فيها لاني أنا احتجت وقت اني أنا أفكر فيها الخطوط الزرقة لو كملناها راح تكون كلمة مام شفتوها ولا لا؟ م او ام تقول الشركة انهم اختاروا انها الاسم يكون في آئة الفتاة لانه الشركة تقول انها هي تقدم المأكولات اللذيذة اللي هي مقاربة لطعم الأكل طبخ الوالدة اللي هو موجود في البيت يعني أقرب إلينا من أي مطعم ثاني حلوة الفكرة بس انه ليش هيك عام يعقده كتير المصمم يعني ليش عام يخلي الواحد انه يضع بسرعة تيلائي كلمة في أغلب اللوغوز ما بيقصدوا شي مباشر وهي رسائل انت بتحصل عليها وبيخزنها عقلك الباطن بتعطيك رسائل معينة من دون ما تحس حتى ألوان اللوغو اللي بيختاروها طريقة الخط جهة الكتابة وحتى نوع الخط اللي بيستخدموه كلها بتعطيك رسائل معينة بتعكس اللي براند فهي يمكن انت ما بتدقق فيها على قدما هي فعلا دراسة مكثفة وأغلب على فكرة اللوغوز بهذه الطريقة أغلبها إلا اللوغوز اللي هو يكون اسم فقط يعني مثل ما هم يعني الأماكن اللي هي مثلا تكون شو محلات هيتحتاج انك انت تحط فيها الاسم كامل بدون أي ميسج أما مثلا في المطاعم في هذه الأمور القنوات دائما يلجأوا للميسجز اللي تكون في اللوغو وأغلب ومثلا كتاعم تقولي اسماء المحلات هي الميسج بتكون بالاسم نفسه بس مع هيك ما بيستغنوا عن الشعار الشعار جزء كتير مهم بالخطة التسويقية أكيد انت دعاء من أكتر الأشخاص ممكن يفيدنا بهذا الموضوع أنا بالنسبة إلي مع هذا الشي مية بالمية وعفكرة عالم التسويق كتير خفي لدرجة انكم ما تتصوروا أقل الساينز اللي موجودة حتى بالدعايات قدية ممكن تتأثر على المبيعات غلطة واحدة ممكن تخسرك بلاوي وبداع بسيط ممكن يضاعف أرباحك أضعاف الأضعاف حتى أحيانا تغيير اللون ممكن يسبب في خسارتك بتذكر في إحدى الأفرع تاعت مكدونالز حاولوا يغيروا ثيم من أحمر وأصفر إلى أخضر ولون تاني مع الأخضر أخضر وأسود كل الناس تفاجأت بهذا التغيير وما تقبلت مكدونالز بهذا اللونين اكتشفوا أنه بهذا الفرع التجريبي اللي غيروا فيه اللونين الناس توقفت عن القدوم وتبطلت تيجي على مكدونالز بسبب اختلاف اللونين فالدراسة كتير موسعة وكتير عميقة لدرجة أنك أنت ممكن تتخيل أنه أنت ممكن تتعامل براند معين بس لأنك أنت واثق بلونه وبشكله فيه ناس بتبلش تشك بعد فترة وأنه هذا يمكن مش مات صح